بسم الله الرحمن الرحيم هو يعتبر جزء من دورة نقدمها لكم عبر منصة كيكيو ايكس متكاملة ممكن تلتحكم فيها وراح يقدمنا إن شاء الله الأستاذ محمد الكيالي مصمم تجارب رقمية ومتخصص في تخطيط وإدارة المنتجات الرقمية والابتكارية وتصميم تجارة المستخدم عمل مع كبرى المؤسسات الإعلامية والعربية والعالمية إضافة للشركات الناشئة هو ماجستير في الإخراج الرقمي من الكلية الملكية للفنون بلندن نرحب به ونرحب بكم أيها الحاضرين والحاضرات في هذه الندوة ونترككم مع متحدثنا المتألق في هذه الليلة فتفضل الميكروفون معك أستاذ محمد تسلم تسلم شكراً كتير إليك أخ محمد مرحبا بكم جميعاً وشكراً لتواجدكن معنا اليوم رح نحاول إن شاء الله خلال الجرسة اليوم يكون عنا مقدمة حول مجال تصميم تجربة المستخدم الدوراء اللي مثل ما يتفضل الأخ محمد موجودة عبر منصة KKUX الآن بداية كمجال لما نحكي عنه لتصميم تجربة المستخدم أنا أفضل مثال بحس البدء فيه هو شيء يمكن كل آياتنا منتعاطف معه وهو الطعام والتجربة اللي رح نحكي عنها هي تجربة افتتاح مطعم الآن بعملية افتتاح مطعم التفكير في افتتاح المطعم يتطلب بكثير من الأمور من التفكير فقط في الطعام أو الوصفات الموجودة وعلى هذا الأساس نحن منفكر بتصميم تجربة المستخدم لأنه هي عملية لها الكثير من الجوانب في عالم المطاعم على سبيل المثال نحن دائماً عندنا الإنارة عندنا الأصوات عندنا الجو العام للمطعم دائماً هي من الأمور اللي ربما واحد ممكن يعني أنه يناقش ويقول أنه زمن هذا أصبحت هالأمور بمستوى الطعام وربما أكثر لأن هذا الشي عم يجي لأنه نحن كبشر أصبحت التجربة هي ما تعني لنا في أي ما نقوم به وخلال الجلسة اليوم إن شاء الله رح نحاول نكون قدر الإمكان عم نحكي عن كل الأمور المتعلقة فيها لذلك يعني عزروني إذا شوي كنت سريع لكن إن شاء الله عم حاول كنت سريع لحتى يكون في عنا فقرة أو فترة جيدة لفقرة الأسئلة في النهاية الآن إذا كانت هاي الأمور كلياتها هي الأمور عفوا المرتبطة بتجربة افتتاح مطعم لدينا الآن فقرة جيدة حول ما معنى التجربة وما يتعلق بفكرة التجربة بشكل عام ولو كان هذا الشي بشكل تجريد الآن مجال تجسميم تجربة المستخدم هو مجال يعني حنتفاجأ أنه جديد نسبيا بالشكل اللي بنعرفه ولو أنه جذوره موجودة وتعود إلى 1940 تقريبا وهو من المهم أيضا أنه نعرف أنه هو مجال شمولي وبالتالي فهم أساسياته والأمور المتعلقة فيه لا يكفي بالضرورة فقط لممارسة المهنة نحن بيطلب منا شوي أنه نتخصص في أحد الأمور المرتبطة فيه كالأدوات المختلفة المتعلقة بتصميم تجربة المستخدم والتعمق في أحد مجالات المستخدمين رح أبدأ بفكرة متعلقة الآن بالتصميم إذا تحدثنا عن التجربة أحد أهم الأمور اللي لازم نخليها بالحسبان عند الحديث عن التصميم أنه التصميم هو حل مشكلة ويجب أن ينطلق من فكرة حل المشكلة ولحتى نكون شوي دقيقين أكتر وفقا لماتياس دوراتي مدير التصميم في جوجل التصميم هو حل مشكلة ضمن أطر وقيود أنا اللي ما بصمم للموبايل على سبيل المثال عندي شاشة صغيرة تختلف عن شاشة الدسكتوب أو شاشة جهاز الكمبيوتر الكبير إذا ما كان موجود عندي قيود أنا اللي عمقوم فيه ليس تصميما بل هو فن ويعني أنا شخصيا أتفق مع هذا الرأي بشكل كتير كبير كنظرة حول التصميم وما يمكن للتصميم أن يعني على هذا الأساس تصميم تجربة المستخدم أو الـ User Experience Design فينا نفكر فيها كمجموعة من العمليات الدائمة وهون حابب ركز على فكرة الدائمة تصميم تجربة المستخدم لا ينتهي بتسليم المشروع على سبيل المثال هي عملية نقوم بها لضمان أفضل استخدام لمنتجاتنا الرقمية بداية من الاستراتيجية يعني بداية العمل على أي مشروع رقمي انتهاءا بالنص والشكل والصورة وحنشوف أيضا أنه أمور كتير ربما نحن كمصممين أو كهوات تصميم ما منعطيها أهمية مثل النص على سبيل المثال أصبحت في هالأيام هاي واحدة من الأمور الرئيسية في تجربة المستخدم الرقمية تصميم تجربة المستخدم أيضا أشمل من الواجهات أو الألوان وربما هاي واحدة من خلينا نسميها الأخطاء الشائعة أو الأفكار الشائعة الخاطئة حول تصميم تجربة المستخدم أنه مرتبط بتطبيقات تصميم مختلفة سواء كانت فوتوشوب، أدوبي، إكسبرينس، ديزاين، سكتش، فجما يعني أي تصميم برنامج تصميم آخر وحقيقة هي أشمل من ذلك وأفضل مثال يعني أعتقد كلياتنا من جرب تطبيق نتفلكس الآن من الأمور اللي كان نتفلكس كتطبيق فيديو سباق فيها هو فهم عقلية المستخدم على كل منصة وتقديم حلول تناسب هذه المنصة يعني بعبارة أخرى واحدة من الميزات الرائعة جدا عند انتهاء أي حلقة لأي شيء عم نتفرج عليه على نتفلكس إذا كانت الحلقة داونلودت أو يعني محملة على جهازنا نتفلكس في نهاية الحلقة بيعطيني خيار Delete and Play Next منلاحظ هنا الموضوع ليس يعني جمالي جدا وليس متعلق بشكل الزر أو غيره هي فكرة تحولت إلى Action أو عملية معينة أو وظيفة إذا بنسميها وأخذ بعين الاعتبار أنه مستخدم الموبايل مساحة بالنسبة له موضوع لازم دائما يظل نفكر فيه فما بده يصير عنده داونلود كتير فعم يعطي الخيار هون نتفلكس في نهاية الحلقة أنه المستخدم يمسح الحلقة وينتقل للحلقة اللي بعدها خيار مثل هذا على سبيل المثال غير موجود على تطبيق نتفلكس على التلفزيون لأن السؤال دائما كيف فكروا بهالعمليات هاي على أي أساس تم التفكير بأنه هذا موضوع ممكن يكون مناسب لمستخدم الموبايل وبناء على ذلك نحنا ربما ميزة مثل هاي ممكن يلاقيها البعض مفيدة ويعني ناجحة هي الموضوع اللي رح نحكي فيه خلال أيضا تفصيلنا لتصميم تجربة المستخدم الآن من مجالات تصميم تجربة المستخدم كونه قلنا أنه هو ليس فقط التصميم البصري طبعا واحد منهم هو التصميم البصري لكن هناك أيضا الانتراكشن ديزاين أو تصميم التفاعل أو تصميم التفاعل بترجمة أدق والتصميم التفاعل هو اللي شفناه قبل شوي كيف تم التفكير بأنه وظيفة معينة تم ادخالها في تطبيق لحالات معينة من الناس تم التفكير في هذا التفاعل اللي عم يصير بين التطبيق وبين المستخدم أيضا عنا اليوزابلتي واللي ما نسميها أيضا باللغة العربية قابلية الاستخدام واللي بتدرس قديش ممكن أنه أنا كمستخدم جديد لأي نظام ما أنه يتعلمه بسرعة وهي أيضا واحدة من الأمور والتخصصات يعني اللي أصبحت كتير كبيرة بمجال تصميم تجربة المستخدم نهاية في عندي أيضا اليو اكس رايتينغ واللي هو واحد من المجالات الجديدة إذا منطلع على يعني عروض عمل بسوان كانت دروب بوكس أو أمازون أو جوجل حتى اليو اكس رايترز أو كتاب اللي عم بيتخصصوا بتحسين تجربة المستخدم أصبحوا في ازدياد ومجالات جديدة أو تكنولوجيات جديدة على سبيل المثال مثل الجوجل أسستنت المساعد اللي منقدر نتفاعل معه صوتيا وكتابيا من جوجل أو أليكسا أصبحت أجهزة أو أصبحت تقنيات بتطلب مهارات معينة من مصممين تجربة المستخدم أهمها الكتابة وأصبح ناس من المتخصصين في الكتابة مثل المحررين أيضا قادرين على إيصال رسائل معينة عبر النص أكثر نجاحا بكتير من تصميم جميل أو زر نعود من ناقش إذا كان هذا الزر دائري أو لا أو نوع الخط في عندي النص أصلا مهم جدا خصوصا في أمور مثل رسائل الخطأ اللي بتطلع وكيف ممكن نحن نتعامل معها واحدة من المجالات اللي الـ UX Writing أصبح أيضا كتير كتير مهم فيها هو مجالات البنوك والـ User Experience أو تصميم تجربة المستخدم المتعلقة في التطبيقات البنكية عم نشوف كمان كتير تطور بتوظيف ناس متخصصين بهذا المجال لحساسية الموضوع هون في التعامل مع الأموال الآن علينا بناء على كل هذا الأمر أنه نفكر في تصميم تجربة المستخدم كعقلية أولا عفوا صحيح هي أساس في بناء المنتجات الرقمية المعاصرة لكن هي عقلية وكتير هون مهم أنه نعرف أنه تصميم تجربة المستخدم ليست أمر فينا نقول أنه من ألف إلى ياء أنا بكون نهيته هو عملية خلينا نسميها شمولية عقلية تدرس كل شاردة وواردة أثناء بناء كل أو أي منتج رقمي هالعبارة هاي ظهرت إلنا من شخص اسمه دونالد نورمان أو دون نورمان هو باحث وبروفيسور وكاتب وأيضا هو مدير الديزاين لاب في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو واحد ربما من أهم الناس بهذا المجال حقيقة يعني لأجل مفارقة وربما هاي الأمور اللي دائما نسمع عنا أنه ليش أبل دائما يعني إلها كتير تأثير في مجال التصميم هو أنه هو يطلع بهالعبارة أثناء عمله في أبل في منتصف التسعينات ولي دون نورمان مجموعة كثيرة من الكتب اللي أنصح فيها جميعا وخصوصا The Design of Everyday Things هذا الكتاب اللي مهد فينا نقول لهذا المجال وفيه مجموعة من المراجع اللي أيضا مهدت لهذا المجال ويركز دون على مفهوم أن تصميم تجربة المستخدم ليس فقط حول ويبسايت موقع أو حول موبايل آب هو فعلا هو قائم يعني العبارة بتشرحها هو ما يمكن أن يتعرض له المستخدم أثناء تعامله مع منتج ما وكيف نحن كناس مسؤولين عن هذا المنتج سواء كنا مصاممين أو غير مصاممين فكرنا في هذه الأمور وطبعا المصاممين مفروض يكون عندهم خلينا نقول القدرة أكثر على فهم هذه الأمور وهون بيجي السؤال المستخدم هو الأمر الثالث تكلمنا نحن طبعا عن التصميم تكلمنا عن موضوع الإكسبرينس أو تجربة التجربة بشكل عام وما ممكن أن تعنيه هون بنجي بقى على مفهوم المستخدم ويعني تقريبا كل تصميم المعاصر نسمع نحن عبارات يعني يتداولها الكثيرون حول اليوزر سنتر ديزاين الديزاين تينكينغ اللي أيضا في مجموعة من الدورات حوله على المنصة أو التفكير التصميمي يدور حول المستخدم هذا الموضوع ما في منه هروب لأنه نحن بالنهاية عم نصمم لناس لبشر وبالتالي نحن بحاجة أنه نفهم هل مستخدمين هدول بشكل عميق نفسيتهم دوافعهم عواطفهم وكثير من الأمور الأخرى وكل ما فهمنا أكتر كل ما كنا قادرين على تأمين تجارب أفضل مجالات كتيرة ممكن المصمم أنه يعتمد عليها مثل علم النفس وعلم الإنسان الأنتروبولوجيا ويعني من المجالات اللي كتير نسمع عنه هو اليوزر ريسيرتش بتصميم تجربة المستخدم أو البحث في المستخدمين في ناس بشغلتهم أنه يبحثوا في تصرفات المستخدمين وهدول غالبا ما تكون خلفيتهم من هالمجالات هاي مش يعني حكر عليهم لكن الناس المتخصصين بعلم الإنسان وغيره عندهم القدرات أنه يكونوا ربما عندهم خلفية أفضل بهذا المجال وأيضا هو كونه أيضا مفهوم حديث من الأمور الحديثة جدا في أي عمل هو العمل كفريق وبالتالي هم بشكله عنصر أهم جدا في أي فريق لحتى ننتج تصميم فعالة لأن كمصممين نحن أو كناس يعني رايدة تدخل في مجال التصميم كيف منفكر بتصميم تجربة المستخدم كمصممين لما منفكر حول الناس أو المستخدمين هناك ما يشعر به هؤلاء المستخدمون ما يطلبونه ما يفكرون به أيضا ما يؤمنون به اللي بيتذكروا وأخيرا اللي بينسوه أو ما يغفلون وهون هذا الأمور أو هذا الأمر هو اللي المستخدم يعني يفرضوا علينا وفهم المستخدم يفرضوا علينا الآن للتعامل مع هالأمور هاي في مجموعة من الأمور اللي أصبحت خلينا نقول مرجع لفهم المستخدمين أولها هو ما يسمى بعلم نفس المستخدم وأيضا الثقافة العامة والمفاهيم الدارجة وهذا من الأمور اللي أصبحت ربما حجر أساس حاليا في الشركات المختلفة خصوصا الشركات اللي بتكون عالمية عند تعاملها مع مصممين أنه تحرص على توظيف مصممين ينتموا للمنطقة اللي المستخدمين بيكونوا منها لما مثلا جوجل أو لما فيسبوك من الأمور اللي بيحاولوا دائما أنه يركزوا عليها أنه يكون فيه مصممين إذا كان فيه مشروع للعالم العربي يفهموا اللغة العربية ينتموا أيضا للثقافة العربية لحتى كتير أمور بتطلع أثناء عملية التصميم ما حد حيقدر يفهمها غير هالناس هدول وحقيقة يعني كمان أصبحت مواضيع متخصصة على مستوى البلد حتى فما هو موجود في الثقافة الدارجة على سبيل المثال في سوريا أو لبنان يختلف عن السعودية يختلف عن مصر ومن المهم أنه نحن كمصممين رايدين مثل ما بيقولوا أنه تكون التجربة مدروسة على أدق مستوى ممكن أن يكون عنا ممثلين عن هالثقافات هاي وبالنسبة يعني لعلم نفس المستخدم كل ما يجري فيه دماغ المستخدم هو أمر لازم نفكر فيه ويعني الموضوع على الورق مثل ما بيقولوا هو موضوع ضخم وكتير كبير لكن فيه طرق أنا ممكن ومنفهيم ممكن إرجع إلها بشكل دائم ويعني موجودة بكثرة حقيقة في مراجع التصميم المختلفة ومراجع تصميم تجربة المستخدم أيضا اللي يعني الدارسين والباحثين قدروا أنه يحصروها وأيضا عم يطلع فيها أيضا شي جديد كل فترة وفترة وفقا لتطور منصات أيضا والأنظمة المختلفة اللي عم نستخدمها نحن ما كان فيه دراسات حول الآيفون سابقا الآن فيه كتير وحدة من المراجع أو المؤسسات اللي بتنشر كتير مقالات مفيدة اللي هي النيلسون جروب ربما ممكن نرسل إلها لينك لاحقا أيضا أنا أنصح بالاطلاع على مقالاتهم لأنه بينشروا مقالات بشكل دوري حول هذا الموضوع لكن فهم علم نفس المستخدم بيساعدنا على فهم أمور مثل كيف منخليه مستخدم يشارك عفوا كيف منختار ليش نحن منختار أرخص خيار عند التسوق وكثير من الأمور الأخرى عفوا الآن في علم نفس المستخدم هناك أمرين رئيسيين يعني ممكن نحن نرجع الهون أولهم عفوا هو العواطف واحدة من الأمثلة الجميلة اللي منشوفها ببعض المنصات أنه أثناء استخدامنا لهالمنصة وهون مثالنا بتويتر من فترة تويتر قدم هالميزة هاي واللي هو أنه إذا أنا دخلت على تويتر وصاطف هو عيد ميلادي بشوف هالأنيميشن هاي الموضوع عاطفي بامتياز الموضوع يؤثر على تصميم تجربة أو على تجربة المستخدم بعبارة ذق وبيعطيني هالشعور بالرضى كمستخدم وهذا يعني كل ما يطمح له أي مصمم أو كل ما تطمح له أي منصة عند استخدامه أيضا من المهم أنه نعرف شو هي أهداف هذا المستخدم اللي نحنا عم نتعامل معه لحتى نعطيه التجربة اللي بتفيده فحاليا عودة للتطبيقات البنكية واحدة من الميزات اللي أصبحت كثير منتشرة في كبرى بنوك العالم هي ميزة الدخار وأصبح في استخدام لتقنيات حديثة في القيام بعملية الدخار بشكل آلي لأنه نعرف نحنا أنه من دوافعنا كبشر أنه نتدخر أموال وأنه نحاول دائما الموضوع المالي هو الموضوع اللي دائما نفكر فيه فهناك مساحة كبيرة لتصميم تجارب مستخدم بنكية بتفيد وتثري الإنسان المستخدم لهذه التطبيقات مثل ما حكينا سابقا أنه الثقافة العامة والمفاهيم الدارجة أيضا موضوع مهم واختلافة إلى حد ما أنه البيئة اللي نحنا بننشأ فيها بتأثر علينا بطرق مختلفة ودراسة ثقافة المستخدم اللي عم نوجه منتجنا الرقمي إله هام جدا لدراسة التلقي وكيف ممكن نحنا نطور هذا المنتج لاحقا بما يتناسب مع هذه الثقافة أنا ما حكيت لسه عن تفاصيل أو تصميم تجربة المستخدم عن أصد صراحة لحتى وضح فكرة شمولية عبارة مثل تصميم تجربة المستخدم لكن لحسن الحظ الآن في عنا متما قلت كمية بحث وكتابات كتيرة صارت حول الموضوع وواحد من الناس اللي بالنسبة إلي ربما كان الأكثر قدرة هو مصمم يحمل اسم جيسي جيمس جارت عنده كتاب اسمه The Elements of User Experience اللي قام فيها بتقسيم تصميم تجربة المستخدم إلى مستويات ونحن حنمر الآن على هذه المستويات واحد ورد تاني من المهم نفكر بها المستويات كأفكار تجريدية وليست كواحد اثنين ثلاثة يعني مش بالضرورة فيها التسلسل هاد اللي نحن ممكن نتوقعه في أي عملية تصميم تصميم تجربة المستخدم مع عملية شمولية جدا الآن في عمنا الاستراتيجية اللي هي تمثل البداية نوعا ما مجال العمل نحن على إيش بدنا نشتغل البنية structure الهيكلية الاسكالتن وأخيرا السطح وهذا اللي بيشوفه المستخدم لكن نشوف فكرة المستويات أنه مستوى السطح تحته فيه كتير شغل عم يصير شو هي تفاصيله الآن عفوا الاستراتيجية هي حاجات المستخدم وأهداف المشروع وهون يعني الموضوع ربما أكثره مثل ما بيقولوا business لكن من الضروري الإنسان المتخصص في تصميم تجربة المستخدم أنه يكون موجود في بدايات العمل على أي مشروع لحتى نقدر نعرف شو هي احتياجات المستخدم نحن شو المشكلة اللي عم نحلها نتذكر موضوع المشكلة التصميم هو حل المشكلة أيضا عفوا بعتذر شوي لأني حاليا يعني طالع من مرض مجال العمل ينقسم إلى المواصفات الوظيفية ومتطلبات المحتوى لأن المواصفات الوظيفية لجنا ندخل شوي على الوظيفة اللي نحن هالتصميم عم بيحاول يحلها بشكل أدق ومتطلبات المحتوى أيضا موضوع هام جدا لأنه المحتوى غالبا ما ينسى وهون لما بنحكي عن المحتوى بنحكي عن أمور مثل القوائم النص الموجود بها القوائم هاي لما بنحكي عن تصفح موقع مثلا قوائم هالموقع هاد شوي الصفحات على أي أساس نحن بنكتب النص تبعها نفس الشيء ينطبق على أي شيء المحتوى يلمس كل المشروع حقيقة أيضا اللي بيجي عندي بالبنية التصميم التفاعلي أو الانتراكشن ديزاين هون بلشنا نحن نفوت بالأمور اللي شوي بلشت تصل للسطح إذا صح التعبير أو أيضا عندي معمارية المعلومات والإنفرميشن أركيتكتشر مثل ما بسموها وأيضا معمارية المعلومات هو واحد من المجالات اللي أصبح له متخصصينه واللي بيكونوا عندهم قدرة على التعامل مع كم ضخم جدا من المعلومات لما منشوف مثلا نحن أمازون موقع مثل أمازون وكمل منتجات اللي بيقدمها أمازون لابد من حدا اشتغل على آلية تصنيف لهالمنتجات هاي الموجودة على أي أساس تم التصنيف ليش في بعض المواقع بتقول أنه مثلا على سبيل المثال لما بكون عم بتسوق أثاث في عندي قسم خاص للحدائق ومرتبط في أيضا كل ما يتعلق بأثاث الحدائق المواد الزراعية اللي ممكن الإنسان أنه يستخدمها بحديقته ارتبطت فيها بعض المواقع الثانية ممكن ما تربط هدول اتنين مع بعضهم وبتخلي الفرق بين الأثاث الخاص بالحدائق والمنتجات هل هناك هدف على أي أساس تم هذا الخيار هذا المواضيع يعني كلاياتها تتم مناقشتها بشكل موسع جدا أثناء العمل على معمارية المعلومات أو الـ Information Architecture الآن بالهيكلية منبدأ ندخل بالواجهات وأيضا بما يسمى بالـ Navigation Design واللي هو واحد من الأمور اللي حاليا عم نشوفها أصبحت معقدة يعني نحن ما منشوف تطبيق مثل على سبيل المثال Snapchat أو Instagram خلينا نكون شوية أشمل بـ Instagram منشوف أنه الـ Navigation أو التصفح في بعض الحالات أنا ما ممكن أصل للرسائل إلا من واجهة معينة أنا الرسائل ما بقدر أصلها من كل الواجهات طب أنا يا ترى فيني أعمل هيك إذا عملت هيك شو بكون غيرت بالتطبيق التطبيق أصبح معقد كثير في مصاممين تصفح عم بيشتغل بشكل دائم على الموازنة ما بين المجيزات اللي ممكن تجي وتأمين آلية تصفح بتضمن أنه المستخدم يكون مرتاح والمستخدم يكون عرفان شو عم يعمل بمعنى أدق وما نضايع لأنه هذا هو يعني الكابوس الخاص بمصاممين تجربة المستخدم هو أنه المستخدم يكون ضايع في التطبيق ما عرفان من يبدأ ما عرفان وين يروح في بعض الحالات وواحدة من الأمثلة اللي يتندر بها المصاممين مثل ما بيقولوا سناب شات كان في كتير حكي على أنه تصميمه كان نوعا ما معقد وغير مألوف لكثيرين عن قصد لحتى يكون الموضوع مرتبط بأنه كان رايدينه ينتشر بشريحة معينة من المستخدمين واللي هن المراهقين وما بدون أهلهم يكونوا موجودين على التطبيق مثل فيسبوك والموضوع شوي معقد فقالوا خليقوا نسمعنا نحن كتير أيضا يعني تصفح سناب شات كان صعب ما حدا عمي في هامو بيقول أنا تركته الآن منشوف هون أنه الموضوع إذن تم أخذه بالحسبان لهدف بيزنس لهدف تجاري يعني اشتغلوا عليه أخيرا الآن في عنا السطح واللي هو الفيجول ديزاين بما يعني يشمله من مجالات مختلفة من الخطوط إلى الألوان إلى المكاتب إلى التطبيقات المختلفة المستخدمة في بناء المكتبات لما منشوف نحن أنه شكل الزر على موقع مثل فيسبوك موحد في كل الواجهات أو على أمازون له يعني look and feel مثل ما بيقولوا تصميم البصري مجال جدا ضخم بس منلاحظ أنه هو يأتي كنتيجة عمل لكل ما سبق إذا حاولنا نفكر بتصميم تجربة المستخدم بشكل تجريدي الآن هاي الأمور المرتبطة بمستويات تجربة المستخدم حقيقة أننا بالكورس الموجود على KKUX ناقشناها بالتفصيل ولذلك نحن ديق الوقت لليوم شوي حيمنعنا من أنه ندخل بتفاصيلها لكن كل مستوى من هذه المستويات وأفرع مختلفة تم نقاشها بالتفصيل خلال الدروس الموجودة بالدورة الموجودة على المنصة لذلك أنا أنصح بأنه تسجلوا فيها للي بيحب يتوسع أكتر بهالمستويات هاي الآن في عنا مثل ما قلنا هون مرة تانية اللي فوق بيكون ملموس اللي تحت بيكون تجريدي وتجريدي هون نقصت فيها لسه المشروع ما أخذ صورة من نعرفها وبالتالي كثير من المهم هون نحن نفكر أنه عقلية مصمم تجربة المستخدم ما كثير بيفكر خصوصاً بالمشاريع الكبيرة ما بيهمه كثير الشكل بالبدايات بيهمه يعرف هو شو المشكلة عم يحله ويكون عنده وصف دقيق لهذا الموضوع يعني بعبارة أخرى طبعاً هاي الأمور هي اللي مرنا عليها خلال الشرح الهيكلية هي المرحلة اللي حالياً بالعمل المعاصر أغلب مصممين تجربة المستخدم أو اللي عندهم تايتل User Experience Designer بيكونوا مهتمين فيها أو بيشتغلوا عليها واللي هي تحويل المتطلبات المختلفة طبعاً بعبر عمل دائم مع الـ Product Managers مديري المنتج وأيضاً أي شخصان مسؤول من مشروع تحويله لشيء ملموس قبل ما ينتهي بشكله الـ Visual وهذا موضوع يعني أصبح يتطور باستمرار وهذا يعني واحدة من الأمور اللي بتخلي تصميم تجربة المستخدم من الأمور الحلوة لأنه هي حياة جديدة وتتجدد باستمرار لكن من المهم جداً فيها أنه ما نلتزم بأسلوب واحد للعمل أو طريقة واحدة للعمل خصوصاً على مستوى التطبيقات المختلفة أو مجالات العمل المختلفة لأنها تتبدل باستمرار وعم تتغير باستمرار رح يجي على هذا الموضوع بشكل سريع في النهاية لكن المهم نعرف حالياً أنه هالأدوات هاي أو هالمستويات هاي معتمدة على بعضها بشكل كتير كبير وبالتالي ما فيني أقول أنه أنا ما بقدر أعمل المستوى الأول قبل ما أصل للمستوى الثاني أو مو كل المشاريع أنا بحاجة أني مر بكل هالأمور بالتفصيل أو أضي يعني الموضوع كمان مرتبط بالعمل واحدة من الأمور اللي مصاممين تجربة المستخدم غالباً ما بينسوها والمصاممين عموماً حقيقةً هو أنه هن بينسوا أنه بالنهاية هن عم بيشتغلوا لعمل أو ما بيقولوا في بيزنس لازم يشتغل لذلك نحن هدفنا أنه نحن وهون يعني جمال حقيقةً موضوع التصميم نحن الموازنة بين حاجات المستخدم وحاجات العمل نحن إذا كنا ونحن المصاممين نيجوا بالنصف كناس عم بتحاول توازن بين الأمور هاي لأنه إذا كان وركنا كتير الموضوع من ناحية البزنس هيصير فيه نوع من الكمبرميز على مستوى المستخدم وكتير الأمور هتكون يعني ما أنا موجودة بالنسبة للمستخدم لأنه البزنس فكر أنه هي أحسن وهي سلبية أيضاً بنفس الوقت نحن ما بنا نخلي الموضوع يعني على مستوى المستخدم لدرجة أنه يتحول لعمل خيري نحن بالنهاية بزنس عم نحاول نحل مشاكل عم نحاول نبيع عم نحاول نلاقي حلول أخلاقية لكنها بتساعدنا على أيضاً النمو خصوصاً إذا كنا عم نشتغل بشركة ناشئة لازم نشتغل على هالمفاهيم هاي بمرونة عالية ويكون عنا قدرة على التغيير السريع لذلك هاي واحدة من الأمور اللي كتيرين أيضاً أصبحوا يدوروا عليها في المصمم المعاصر وهو مرونته وقدرته على الإتيان بحلول بسرعة ربما بكتيرين من الحالات كل شيء من قراءه بالكتب كما بيقولوا هاي أصبحت شغلة يمكن معروفة كل شيء من قراءه بالكتب يختلف اختلاف كامل لما مننتقل لبيئة العمل لذلك في بيئة العمل الخبرة والمرونة والقبول التنازلات لحتى نحقق هدف كتير كتير مهم في أي تصميم لذلك أنا رايز أحكي شوي بشكل يعني سريع هون عن فرص العمل لمجال تصميم تجربة المستخدم لحتى يعني يكون عنا التصور واضح نوعاً ما عن هالمجالات هاي أولها هو الـ User Researcher طبعاً هاي بعض الأمثلة هاي الأمور عم تتغير باستمرار وربما يكون في غيرها أيضاً أولها هو الباحث في اللي بيبحث في المستخدمين الـ User Researchers كتيرين أصبحت مؤسسات يعني تختصر الـ User Experience Design بالResearch نظراً لأهميته وينما رحنا على مؤسسات في ناس شغلتهم بس أنه يعدوا ويعملوا Research في طرائق بحث مختلفة في مراجع ضخمة جداً حول البحث في المستخدمين عاداتهم، أسلوب عملهم في طبط طبيقات معينة أيضاً عنا الـ Usability Analyst أو المحلل اللي بيقوم بدراسة قابلية استخدام أنظمة معينة وأيضاً هلأ في شركات بتأنتج يعني أجهزة بتراقب أسلوب عمل المستخدمين بتراقبهم عبر الكاميرا بتراقب حركة الماوس بتراقب وين عم بينقروا على شاشة الموبايل وفي ناس بتحلل هالأمور هاي وبتطلع بـ Recommendations أو توصيات بناءً على نموذج معين تم تطويره أو Prototype معين تم تطويره أو تصميم يعني ممكن شركة معينة تاخد تطبيق الموجود وتاخده على شركة Usability وتحللها وتعطيها تقرير سميك بيكون فيه مقابلات مع مستخدمين بيكون فيه تسجيل لردود أفعال عند استخدام التطبيق لأول مرة كيف رده حاول وجود زر معين كيف أتموا عملية معينة غالبما ما بيجي على شكل اختبارات فنجي نحن المستخدم ومنقله قوم بعملية شراء لي مثلاً حذاء عبر هذا الموقع بنحاول ندرس المستخدم شو نعمل لحتى قدر يشتري هذا الحذاء من هذا الموقع وبيدرسوها بعدين الـ Researchers وبيحاولوا يلاقوا حلول وبالتعامل طبعاً مع المصاممين أيضاً عنا الناس اللي بيكونوا Information Architecture Specialists أو بسموهم Information Architects كتير بالحالات عم نشوف أنه بتكون متداخلة فممكن الشخص يعني يرتدي أكتر من قبعة لكن بشكله pure متبقى بيقولوه أو بشكله يعني الخام أخصائي مع مريطة المعلومات بمجالات الأكاديمية أصبحنا نشوف يعني ناس عم تدرس هيك أمور لكن مجال المكتبات والمعلومات أصبح من المجال أو كان من المجالات اللي عم تأدي لكتيرين من الناس خصوصي في الاقتصاد الرقمي لهذا المعاصر يتحولوا إلى دراسة Information Architecture والعمل في Information Architecture لأنه جوهر دراسة المكتبات والمعلومات هو هذا الموضوع كيف عم يتم تصنيف المعلومات على أي أساس كيف من خلي المعلومات سهلة الوصول إليها إلى آخره من المفاهيم أيضاً عنا Interaction Designers واللي هنن بيكونوا أقل تركيزاً على الأمور البصرية لكن أكثر تركيزاً على أولاً الدراسات اللي صارت حول تفاعل الإنسان مع الآلة وشو الأفضل في أمور معينة وحالات معينة وأيضاً قادرين على الإتيان بحلول لمشاكل ربما تكون معقدة واحدة من الأمثلة شبكة الاجتماعية اللي اسمها Path اللي أغلقت مؤخراً ولي كانت يعني واحدة من الشبكات الاجتماعية اللي شهيرة نوعاً ما المنطقة Path طلعوا بنموذج هذا الزر اللي موجود تحت على اليمين اللي ما نكبسه بيطلع لي مجموعة من الخيارات بالزاوية هذا إجا من دراسة Interaction Design من ناس Interaction Designers حلوا فكرة معينة بحيث أنه خلوا الزر على سبيل المثال ممكن أصله أنا بالإبهام وبالتالي أنا ما في داعي أستخدم الإيتين لأصل لهذا الزر أو أيضاً أني بزر واحد اجمع مجموعة من الخصائص لأنه لما بكبس على زر بيطلع عندي مجموعة من الخيارات اللي ممكن أختار واحد منها هون دراسة Interactions أو التفاعلات اللي عم تصير أيضاً أصبحت عم تجي على عدة أصعدين وواحد من الأمور اللي Interaction Design حالياً عم يخوض فيها وعم نشوف فيها أمور جديدة اللي هي الواقع الافتراضي أو Virtual Reality Interaction Design عم ياخد فيها منحة مختلف كلياً عم نتعامل مع عالم ثلاثي الأبعاد وبدو تفاعلات مختلفة نحن ما كنا بنعرفها سابقاً نفس الشي ينطبق حول الـ AR أو Augmented Reality اللي Interaction Design يلعب فيها دور كتير كتير كبير أيضاً الـ User Experience Design شو بيستخدمه يعني الاختصاصيين بهذا المجال الأدوات في تغير دائم لكن هنتفاجأ لما نعرف أنه الوثائق والSpreadsheets أو الـ Excel هي واحدة من الأدوات اللي كتيرين من المصممين تجربة المستخدم بيعتمدوا عليها أيضاً ب مرحلة الـ Prototyping في عندي تطبيقات مثل Acture مثل Balsamic هي تطبيقات أيضاً بيستخدموها كتيرين من الناس وأيضاً يعني في تطبيقات بتشتغل أكثر من عمل في نفس الوقت على سبيل المثال Adobe Experience Designer واحد من التطبيقات الجديدة اللي أطلقتها أدوبي واللي كتيرين عم يستخدموه سواء للقيام ب Wireframes أو مثل ما بيقولوا النماذج الأولية البسيطة نشوفها للمواقع أو حتى يستخدموه لإنتاج تطبيقات فيجولي متكاملة لأن التطبيقات عم تأخذ أكثر يعني من قبعة تلبسها مثل ما بيقولوا Sketch واحد من التطبيقات المشهورة جداً أيضاً على Mac Figma واحد من التطبيقات أيضاً اللي متوفر على الماك على Windows على الويب وواحد من التطبيقات اللي أيضاً عم ينتشر كتير بين المصممين بالنسبة ل Visual Design والتطبيقات حقيقة يعني كل فترة في عنا شي جديد لذلك من المهم أنه نحنا يكون عنا نوع من القدرة على أولاً نتابع أخبار يعني نعرف شو عم بيصير بس مو ببساطة أنه ننقل تطبيقات بشكل كتير كبير بنهاية جوهر هالتطبيقات هو بواحد لذلك إذا واحد أخذ تطبيق واشتغل فيه بشكل كويس وتابع فيه لنقل على سبيل المثال Adobe XD لأنه هو مناسب يعني جميع المراحل إذا صح التعبير يتابع فيه لأنه إذا راد ينتقل بعد فترة لتطبيقات أخرى رح يشوف أنه كتير من المفاهيم متشابهة وهذا أفضل بكتير من أنه يتشتت بالانتقال بين التطبيقات المختلفة لكن أنا حابب هون نوه أنه تصميم تجربة المستخدم هو عملية أكثر بكثير من التطبيقات ونحنا هون لازم نفكر يعني واحدة من الأمور اللي بيقولوها دائما أنه المصمم السليم هو إنسان قادر على الكتابة بشكل سليم قادر على نقل الأفكار بشكل مكتوب بشكل سليم والـ User Experience Designers بشكل تاريخي كان أفضل أداة إلون هي الـ Sketchbook والألم لحتى يقدروا يرسموا بشكل سريع التفاعلات يرسموا شاشة يعني لأنه الشكل مو هو الهدف بقدر ما هي الفكرة والأسلوب اللي عم يتم إيصال في هذه الفكرة لسواء كان المساهمين معنا في العمل أو يعني زملائنا في العمل أو المستخدم بشكله النهائي واحدة من المجالات اللي أصبحنا نشوف إلها انتشار كتير كبير أنا رأي دركز على النص لهذا الأسلوب أو الـ UX writers أنه في ناس كتير تقول أنا ما بعرف صمم وبالتالي أنا ما ممكن نكون مصمم تجربة المستخدم لا في عندك مجال واللي هو مجال الكتابة العلم أو خلينا نقول الأخصائيين والمراجع عم تكتر فيه وأيضا من المهم نفكر أنه الـ chatbots على سبيل المثال أو اللي هي المساعدات الآلية الذكية اللي بتعتمد على الكتابة اللي نشوف جوجل عندها مننا اللي نشوف فيسبوك عندها مننا اللي نشوف عم تطلع كالكسا أيضا أو الأمازون اكو هذا مكبر الصوت الذكي يعني تطبيقات اللي بيسموها Voice Apps جوهرها ليس تصميم بصري جوهرها هو تفكير منطقي ونص وبالتالي عم نشوف هون أنه نحن كناس رايدين نفكر في تصميم تجربة المستخدم التمثيل البصري صحيح وهم وضروري لكن ليس كل شيء قدرتنا على التفكير المنطقي وتدريب نفسنا على أنه نحن نلاحظ كل شاردة وواردة في أي تفاعل رقمي عم يصير مع كل التطبيقات المختلفة وأنا متمنى يعني بعض هالندوة السريعة أنه أي تطبيق تستخدموا أنتوا بشكل دائم يعني كتير من الحالات هون نحن منستخدم التطبيقات بينما نفكر بتفاصيلها حاول نفكر فيها ونحاول نركز عليها لحتى نشوف أنه في ناس معناته فكرت بهالأمور وفي ناس كيف أخذت هالأمور على بشكل جدي لمرحلة أنه غيرت استيعابنا لما هي التكنولوجيا بشكل عام واحدة من الأمور اللي رايد يعني قبل ما نختم احكي عننا هو أنه التكنولوجيا بشكل عام يقال عنها أنها التكنولوجيا شفافة إذا كانت سليمة وبالتالي نحن لما نكون عننا التجربة أثناء استخدام تطبيق أو جهاز أو غيره يعني التجربة جيدة ما منشوف أي عيد فيها وما منفكر فيه إما تبتطلع الأفكار الخاصة فينا لما مشوف البروجيكتور عم نوصله مثلاً بالشاشة وعم بيطلع لي أخطاء وما عم نفهم شو هالأخطاء هم منشوف قديش هم تصميم تجربة المستخدم لأنه لو في ناس فكرت في تصميم تجربة المستخدم عمل المستخدم شي خطأ شو لازم إله نلاحظ هنا التفكير المنطقي العمل على ما يسمى بـ أو الرحلات اللي بيقوم فيها المستخدم أو السيناريوهات اللي بيقوم فيها المستخدم أثناء استخدام تطبيقنا هي واحدة من يعني العمليات الجوهرية في تصميم تجربة المستخدم كل ما كان عنه سيناريوهات أشمل وطبعاً مليان مراجع حول هذا الموضوع كل ما كان عندي سيناريوهات أشمل كل ما كان عندي قدرة أكثر على التعامل مع هذا المجال ويعني أنا شخصياً بكتشف كل يوم شي جديد بالتطبيقات أو بالأجهزة اللي عم بيستخدمها واحد من الأمثلة اللي بظل بيحكيه دائماً أنه مرة كنت عم بعمل عرض تقديمي على بروجيكتور على شاشة كبيرة ووصلت شاشة البروجيكتور بالجهاز الآن من الميزات الجيدة بماك أو اس على سبيل المثال اللي اكتشفت أنه باللحظة اللي وصلت فيها الجهاز بشاشة البروجيكتور للعرض التقديمي تم عمل ميوت للنوتيفيكيشنز وبالتالي التنبيهات ما بقى تطلع أثناء قيامي بالعرض التقديمي لاحظوا كيف ميزة بسيطة مثل هاي اطلبت فقط حدا أنه يفكر فيها أكيد وفق عملية معينة خلت أنا كمستخدم أثناء قيامي بالعرض التقديمي ما فكر بأنه ممكن يطلع نوتيفيكيشنز أو تنبيهات على الشاشة أثناء العرض التقديمي اللي ممكن يتأثر على الناس وهن نعم يتفرجوا على البروزنتيشن اللي أنا عم أعمله هون هو جوهر تصميم تجربة المستخدم أو أمثلة مثل هاي هي جوهر تصميم تجربة المستخدم قبل ما انهي بس في عنا دقيقة واحدة بس واحدة من الانفوغرافس اللي كتير كتير مميزة اللي بتفرجي بهالتصميم تجربة المستخدم شموليته من أين تأتي لأنه بيأتي من مجموعة من تداخل مجموعة من المجالات الكتير بعرف كتير ناس شخصياً خلفيتهم تأتي من دراسة العمارة هم بيشتغلوا في التصميم وخصوصاً تصميم تجربة المستخدم لأنه عندهم فهم للمساحات وهي كتير مهمة بالويب على سبيل المثال أيضاً ناس الخلفيتهم في التصميم الصناعي أيضاً ناس اللي خلفيتهم في تصميم الحركات أيضاً التصميم الحركي أو الانيميشن أو الموشن ديزاين عم بيتزايد الاهتمام فيهم في قدرتهم على إيصال الانتراكشز أو هاي التفاعلات بشكل حركي الحركة دائماً جذابة للإنسان وأيضاً عندي مجالات اللي هي الهيومن فاكتر الإيرغانوميكس واللي هي بدايات اللي حكيت عنا سابقاً بدايات العمل حول التفاعل بين الإنسان والآلة دخلت فيها الثصناع العلم النفس الفلسفة أيضاً في عندي الصوت أيضاً عندي التطوير البرمجي التصميم الـ Data والإنفع يعني إذا بنرجع بشكل سريع منشوف أنه الـ User Experience ديزاين الموجود هون لاحظوا كيف أنه عم ياخد من كل هالمجالات شيء معين وبالتالي خلفيتنا ليست بضرورة هي واحدة من الأمور اللي دائماً بنقال عننا حول المجالات العامة المعاصرة خلفيتنا ليست بضرورة يعني أنه أنا درست علم نفس لازم أشتغل فقط في علم النفس على سبيل المثال لا في عندي مجالات كتير أهمها الـ User Experience Design اللي الـ Writing مهم جداً فيها وبالتالي دراسة الأدب على سبيل المثال لناس اللي معهم دراسات في الأدب العربي خصوصاً أنه نحن بالمجال اللغة العربية ضعيفين لسه نعتبر بهذا المجال لذلك في عنا مساحة كتير كبيرة مجالات تانية مثل الهندسة مجالات أخرى مثل دراسة المكتبات والمعلومات متمائد سابقاً أو حتى ناس دخلوا له الموضوع عبر الـ Computer Science بس ما شافوا حالهم مبرمجين لكن عندهم دراسات حول طريقة التعامل مع المعلومات كيفية بداية الـ Functional Requirements أو المتطلبات الوظيفية لأنه عندهم فهم للمنصات البرمجية المختلفة لغات البرمجية المختلفة وبتالي ممكن يساعدوا بتصميم تجربة المستخدم لهون نحن منكون انتهينا في تقديم المجال هاد وحابب يعني إذا حدا نترك مجال إذا حدا عنده أي سؤال أو استفسار يتفضل فيه لحتى يعني تكون الفائدة أو إذا الشيء كان ما نواضح خلال الـ Session أيضاً لحتى نواضحه بشكل أفضل أنا شايف هون تمام شكراً في سؤال حول المهارات التي أحتاجها عشان أشتغل في هذا المجال طبعاً المهارات هون يعني كتيرة وأنا دائماً كبداية في هالمهارات هاي نعرف نحنا شو أكتر شيء عم بي من تصميم تجربة المستخدم عم بي يعني نتعلق فيه أكتر نفترض على سبيل المثال تصميم للموبايل في عندي مجالات كتيرة للتصميم للموبايل في عندي أساليب كتيرة للتصميم للموبايل تطبيقات مختلفة ممكن أني استخدمها على سبيل المثال Adobe XD فأنا ممكن أتعلم Adobe XD في عندي مراجع كتير ممكن أبدأ فيها أيضاً على الويب ممكن أعتمد عليها واحد من الكتب الجيدة حالياً ما نحاضرني اسمه لكن رح حاول بركي أرسله بداية جيدة جداً حول هذا المجال بيعطينا بداية حول علم النفس المتعلق في المستخدم بداية حول عملية الويرفريمين والسكتشين وكيف نحول الأفكار من أفكار مجردة موجودة في ماغنا إلى أمور ملموسة يعني نوعاً ما واضحة بصرياً السكتشين هي واحدة من المهارات اللي من المهم نتعلم فيها بشكل جيد أيضاً لحتى مثلاً بيقولوا لأن الفكرة إذا ما كانت واضحة أصبح يعني إيصالها صعب كتابين أنصح فيهم بالنسبة للحابين يسألوا حول المجالات مثلاً سابقاً The Design of Everyday Things وأيضاً كتاب يحمل عنوان Don't Make Me Think هذا الكتاب أيضاً مهم جداً حول الأسلوب اللي بيعتمده مصمم تجربة المستخدم الأمثل اللي بيعتمده مصمم تجربة المستخدم حول جعل عملية استخدام أي نظام أو أي تطبيق سهلة وبسيطة أيضاً صح التعبير الدراسات الأكاديمية موجودة حسب معلوماتي البسيطة في حالياً جامعة باسم North Western عند مجالات عند دراسات حول هذا الموضوع بشكل أكاديمي الآن مثل ما أدت سابقاً لأنه المجال الجديد التجارب لا تزال فيه بسيطة نوعاً ما وبالتالي ممكن نشوف نحنا شو ممكن نطلع فيها أه الأسماء الكتب هو Don't Make Me Think أنا رح حاول أن أكتبها هون تمام و the design of everyday things أيضاً من الكتب الجيدة تمام البرمجة مهمة نعم وليست ضرورية ولكن بحسب خبرتي المتواضعة بهذا المجال فهم البرمجة بشكل بسيط جداً و منعرف نحن يعني لما بتطلع على لغة مثل اللغة الصينية على سبيل المثال إذا ما عنا أي خبرة سابقة فيها لما منطلع عليها كيف ما بنعرف شي ما مع اثنين نبدأ يفضل أنه ما نكون بهالحالي هاي أثناء عملنا على المشاريع الرقمية لأن البرمجة مجال واسع جداً والدخول فيه هو الدخول إلى مجال آخر مختلف كلياً وهذه نقطة دائماً يعني هي تم نقاشها لكن من وجهة نظر شخصية تعلم أساسيات البرمجة في لغة برمجية واحدة بتخلينا لما نشوف أي نص برمجي في أي مشروع اشتغلنا عليه حاضراً أو مستقبلاً ما نتطلع عليه وكأنه عم نتفرج على أحرف باللغة الصينية لأول مرة عنا قدرة على فهمه ما بالضرورة عنا قدرة على كتابة برنامج حتى بس نحن بنعرف بشكله البسيط شو عم يصير وهون أهمية تعلم البرمجة لكن مو بالبدايات ما أظن و ما نهو يعني الموضوع اللي يعني مثل ما بيقولوا مستقبلنا في الـ UX قائم عليه لكن أنا معه شخصياً وأعتقد أنه مهم أنه نتطلع عليه بالنسبة للمراجع الكتب التعلقة بالأمور البصرية واحد من الكتب اللي هو Universal Principles of Design هذا واحد من الكتب الجيدة المساعد في التصميم البصري أيضاً واللي هو مرة تانية ما نهو بالضرورة عم يعلمنا Photoshop أو Sketch أو غيره عم يعلمنا مبادئ هامة جداً في عالم التصميم البصري في أيضاً دراسة مواضيع اللي هي متعلقة باللياوت أيضاً ممكن تكون مفيدة ففي كتاب يحمل عنوان Layout Essentials واللي هو دراسة اللي اوت جاية من التصميم الإخراج الصحفي لتصميم المجلات لكنه تم تطويره ليصبح مرتبط من المجلات الرقمية فاللي اوت هو فهم كيف نحن منصف العناصر المختلفة سواء كانت أزرار نصوص خصوصي في عنا مواقع الأخبار المعقدة على سبيل المثال ليش مجلات أخدت مجلات عفواً يعني صور ونصوص أو أخبار أخدت أهمية أكثر من أخبار أخرى أيضاً هذا مهم مصمم الـ Graphics طبعاً كتير ممكن أنه يكون عنده قدرة على يعني أنه يتحول لتصميم تجربة المستخدم وتصميم واجهات مستخدم جداً لأنه في عنده فهم لكيفية يعني فهم الإنسان لما يرى وبالتالي هذا أهم جداً لكن يلزم هالمجموعة من المفاهيم الأساسية اللي ذكرتها سابقاً حول هذا الموضوع اللي حكينا عنه بالنسبة للدورات طبعاً الدورات الموجودة على KKUX هي ببداية الموضوع كتير مهمة وأنا يعني بنصح كتيرين يفوتوا على التفاصيل هاي الموجودة بالدورة المتعلقة بالUX أو المتعلقة أيضاً في مجالات تصميمية أخرى على المنصة بالنسبة لأمور تانية أنا أعتقد أنه الكتب اللي ذكرتها حتكون مفيدة كبداية حول هذا الموضوع المنصات المختلفة التعليمية عندها يعني كورسات كاملة حول الـ UX لكن أنا يعني ميال للفهم للفكرة قبل فهم التطبيقات اللي إذا ردنا نكملها كتطبيقات واحدنا الكتب حبته قبل ما أنسى في كتاب كتير مشهور اللي هو اسمه Practitioner's Guide to User Experience Design من مؤسسة هون اسمها الـ UX Assembly هون في بريطانيا واللي هي عالمية وأعتقد أنه كمان مرجعهم جيد جدا رح أذكر اسم الكتاب في الـ Chat اللي حابب يطلع عليه أيضا ويتوسع فيه بالنسبة لموضوع التجارة الإلكترونية في السعودية للأسف يعني معلوماتي شوي بسيطة فيه بس أعتقد يعني عم نشوف أنه كيف عم بيتطور بشكل دائم بس للأسف يعني معلوماتي جدا بسيطة فيه فيه سؤال حاول عندي فكرة وبحاول أرسمها لأنه للأسف هتفتني يعني حابيت فكرته حاول أرسمها بشكل مبسط بواسط الورقة والقلم لكن أحتاج أن أعرضها بشكل محترف إذا واحد ما كان عنده خلفية في التصميم كيف ممكن وصل فكرتي حقيقة في مجموعة من المراجع حول السكتش اللي توصيل الأفكار وواحد من المراجع اللي رح حاول أذكره هو بيحمل عنوان The Art of Visual Note Taking رح حط له link هون شكرا وأيضا كتاب آخر يحمل عنوان Visual Doing لأن هاي الكتب تعطي مجموعة من الرموز اللي حقيقة هي التدريب هو الركيز الأساسية فيها لكن هي تعطي مجموعة من البدايات أو السكتشات الجاهزة اللي التدريب عليها بشكل دائم بيساهم في قدرتنا على إيصال الأفكار بشكل عمومي يعني على سبيل المثال في مثل رموز عالمية أصبح الكل يستخدمها وبالتالي لما منستخدم هالرموز هاي ويكون مدربين عليها بيكون عنا قدرة على إيصال الأفكار بشكل جيد وأيضا عالمي لما منحاول نشرح أي فكرة بشكل مبسط خلينا نسميه بصري أيضا هون منلاحظ هون ما له علاءة بالوير فريمينج أنه الوير فريمينج أو لما بنعمل نماذج بدائية أو هياكل لتطبيقات المواقع أيضا في عندي كتير مراجع حول هذا الموضوع الوеб مليء أيضا بهالمراجع للعمل على آليات كيف أنا ممكن أعمل وير فريم لموقع بالورقة والألم واللي الركيز الأساسية فيه مثل الرسم مثل أي شيء هو التدريب يعطيك العافية أستاذ محمد تسلم في هنا بس سؤالين هل تجربة المستخدم مقتصرة على المواقع وتصميم المواقع وتصميم التطبيقات الموبايل فقط ولا ممكن تشمل أشياء أخرى اللي عم نشوفه حاليا أنه هي تشمل كثير كثير من الأشياء الأخرى لكن كل شيء هو حقيقة مجال مثل ما زكت خلال الدورة تصميم التطبيقات الصوتية أصبح هو من الأمور اللي حديثا مصممين تجربة المستخدم كتيرين عم يدخلوا فيها واللي هو لما منصمم تطبيق لجوجل أسيستنت مساعد جوجل الصوتي واللي بدأ يدعم اللغة العربية مؤخرا جدا يعني من شيء أسبوع أو أسبوعين هذا يعني أنه هذا يعني أنه في عندي مجال كتير كبير هون لتطبيقات ولتجربة مستخدم مختلفة كليا مثل ما أن الأمور البصرية ما نرغيزتها وإنما التفكير المنطقي وتصميم التشات أو الواجهات القمع المحادثة كونفرزيشن الانترفيس مثل ما بيسموها وأيضا الواقع الافتراضي والواقع المعزز الAR والVR هي مجالات جديدة داخلة فيها الـ UX أيضا طيب بالنسبة لو حابين نعرف من هو مصمم تجربة المستخدم هل هو مصمم الجرافيكس هل هو مصمم الموقع هل هو مصمم البرمجي يعني من الشخص اللي ممكن يكون مصمم تجربة مستخدم هذا سؤال يعني مرتبط حقيقة بسوق العمل ونطوجه واحدة من الأمور اللي بدنا نشوفها حاليا على سبيل المثال أنه شركات كبيرة مثل جوجل بطلة تتوظف شخص نحمل عنوان مصمم تجربة المستخدم وإنما يأما بيكون باحث يعني بحث بيعمل شغلته بس البحث في أداء المستخدمين أسلوب تفكير أو مصمم المنتجات ومصمم المنتجات أيضا مجال واسع يمكن يشتغل مثلا مصمم منتجات متخصص في المجال المالي على سبيل المثال هذا الشخص عنده خبرات وعمل يعني فقط في التعامل مع البنوك وكيف الأموال بتم تمثيلها بشكل بصري خصوصا أنه واحدة من المجالات الجديدة ما في شخص حقيقة حاليا هو اسمه UX ديزاينر يقدر يقوم بكل هالأمور ممكن عنده إلمام فيها ممكن عنده إدراع على شرحها مثلا أنا شخصيا عملي في المجال حاليا في المجال المالي والمنوك هو فقط حاول كيف ممكن نخلي التجربة أثناء التعامل مع الأموال لما بطلع على حساب البنكي لما بحاول الدخل نحاول نفكفك هالتجربة هاي والأقسام الأساسية وشوف كيف بتشتغل وبالتالي أنا عنواني العام في العمل هو UX ديزاينر بس أنا متخصص فيما يسمى بال الديجتال واللي هو مجال جديد أيضا بحد ذاته لكن لا بد لأي شخص بيشتغل بعملية التصميم أنه يكون عنده إمام جيد حقيقة بها المجالات لأنه مثل ما قلت هو واحد من هالمجالات الشمولية بدايتنا في مانو مجال نتعلمه من الألف إلى الياء مثل ما بيقولوا أثناء تخصصنا في مجال معين مثل مثلا تصميم تطبيقات وإذا ردنا نفكفك هذا العلم لمستوياته نرى أنه مستوياته مثل ما حكينا عننا بالجرسي أعطيك العافية يا سيد محمد على هذه الندوة الرائعة وهذا التفاعل الرائع من المشاركين معنا والمشاركات شكرا جميع شكرا لكم وأشكرك حقيقة وحسن التزامك بالموعد مع ما تعانيه من المرض الفائل وعافيك وعافيك تسلام الله يشف الجميع إن شاء الله وإن شاء الله نلتقي بك بإذن الله في ندوات قادمة ونترككم برضو الحابين الأخوة والأخوات اللي حابين يتوسعون في هذا المجال ممكن أنهم يلتحقون بالدورة لمتاحة الآن على منصة KQX نشكركم مرة أخرى نلتقي على خير بإذن الله ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة